السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزمة قوية بين الأهل والزمالك كارتيرون يطلق تصريحا خطيرا يهز القرى المصرية خرج الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بتصريحات نارية عقب تأهل فريقه إلى دور ربع نهائي من بطولة كأس مصر وتغلب الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه أشرف بن شاركي في إطار منافسات دور الستاشر من مسابقة كأس مصر في المباراة التي جمعت بينهما على استاذ السويس الجديد وقل كارتيرون في تصريحات عبر برنامج زمالكوي المزاع عبر قناة الزمالك فخور بأداء اللاعبين وأثبتوا أنهم رجال والروح والقلب سبب المكسب وأسأل اتحاد القرى كيف تلعب مباراة بمستوى عالي مثل اللقاء الإسماعيلي على استاذ السويس ملعب سيء جدا وبسؤاله عن رأيه في طرد بن شاركي رد قائلا أنا أعلم والناس أبلغتني أنه باستمرار هذا الحكم يكون ضد الزمالك ودائما في مباراة الزمالك يكون هناك حالات طرد وتجاوزات ضدنا ويتحدث مع لاعبي الزمالك بشكل سيء وبغرور كنت أعلم ذلك من قبل المباراة وتابع الحكم شكله بيشجع الأهلي أو بيحكم في صالح الأهلي ترجمة نانسي قنقر